مع تصاعد الاحتجاجات في أنحاء إيران وما تلاها من حملة قمع نفذتها قوات الأمن باتت الحكومة تركز كثيرا على إغلاق المواقع وأيضا الصفحات المناهضة للسلطات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولكن في الكواليس يشعر البعض بالقلق من أن الحكومة تستخدم التكنولوجيا بطريقة أخرى وتتمثل في قرصنة واختراق تطبيقات الهاتف الجوال لمراقبة وقمع المعارضة كشفت إحدى المحتجزات في سجن إيفين الشهير بشمال طهران كشفت لشبكة سي أن أن الأمريكية أن السلطات اخترقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فتشت في المحادثات والرسائل النصية الخاصة بها لطوريتها في جرائم بعينها بحسب سي أن أن فقد هددت السلطات الفتاة المحتجزة أثناء استجوابها بأن مصيرها سيكون الإعدام حيث تواجهوا اتهمات بإدارة مجموعة ناشطة مناهضة للنظام على تطبيق تيليجرام وهو طبعا إدعاء تنفيه الفتاة تعتقد الفتاة الإيرانية أن عملاء إيرانيين اخترقوا حساب تيليجرام الخاص بها في يوليو الماضي أثناء وجودها في السجن على حد قولها حيث أعادت السلطات تنشيط حسابها على التطبيق لمعرفة من حاول الاتصال بها والكشف عن النشطاء السياسيين الذين كانت على تواصل معهم يحذر نشطاء حقوق الإنسان من قدرة النظام الإيراني على اختراق هواتف المتظاهرين والمعارضين والوصول إلى الصور والبيانات والسجلات والمكالمات وغيرها من المعلومات الشخصية الهامة وذلك عن بعد